مبروك على الفيلم الحلو ده إن شاء الله يكسر الدنيا بإذن الله ويعمل إرادات محدش يتوقعها بإذن الله العرض عجبني جداً جداً مصرحات صباحيان باركة عجبتني جداً 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 وعايز أقولك إن أنا طول مدة العرض بدحك حرفياً مش عشان أصحابي والله لا بس العرض فعلاً كوميدي بطريقة عظيمة فعلاً يعني أنا اتبسطت واستمتعت جداً لإن أنا بقالي فترة وما بتفرجش على مسرح لإن أنا ببقى فوق دايماً فدي أول مرة بقى تحت واتفرج وكمان العرض يبقى حلو فابسطت جداً جداً كانت حاجة حلو بسي أنا بعد ولد الغلابة الحمد لله يعني المسلسل أو الدور لا المسلسل والدور يعني ليه يرد فعل كبير جداً فكان لازم أتقنى في أي اختيار ييجي ولذلك أنا ما عملتش مسلسل السنة اللي فاتت لإن كانش في حاجة ينفع عملها أو أقدمها مناسبة فأجلت سنة لحد ما جيت سنة دي دكتور ياحيا الفخراني تتكلموني على المسلسل نجي بزاه الزركش فلا يعني عمل بطول الدكتور ياحيا الفخراني وإحراجه أستاذ شادي الفخراني تأليف أستاذ عبد رحيم كمال إنتاج سينيرجي فعمل في كل العناصر اللي تخلي أي حد اللي تخلي أي حد يعمل كده يعني من غير تفكير كمان غالبا كل المشاهد هتجمعني بدكتور ياحيا أو في الغالب هيبقى المشاهد كلها بتجمعني بدكتور ياحيا وطبيعة الدور مش هينفع أقول إيه طبيعة الدور لإن أي حاجة من الحاجات دي هتحرق المسلسل صدقوني والله العزيز بعيدا عن المسلسل بنحضر دلوقتي مطبع هرم فيلم خرج مسلسامة عبد العزيز هنبدأ تصوير إن شاء الله أول 11 فيلم كوميدي مش حارة مش لأ فيلم كوميدي وحلم يعني إن شاء الله يعني ربنا يكرم ياجب الناس